اهلا وسهلا حضراتكم مرة تانية الفقرة دي هنتكلم فيها عن السندي السيادية خلونا بس ايه نتكلم كده ببساطة السندي السيادية دي فيه سندي بتتعامل فيه التريليون دولار وفاقل يعني عندنا السندوق اللي هو اكبر سندوق اللي اعتقد انه هو فنلندي وهيصلحني ضيفي العزيز النهاردة ده بيكلم فيه تريليون دولار وفيه بـ 800 وشوية مليار دولار فيه ابو ظبي وغير وغير وهيكلمنا اكتر عن هذا الموضوع ضفناه وضفكم الاستاذ اسامة مراد رئيس شركة امباور انباسمنت للاستشارات المالية اسامة بيك اهلا وسهلا بيك اهلا بيك يا سيد ايه زيك الحمد لله لما نيجي نتكلم على السندي السيادية يعني ايه يعني اه هي في وقت من الوقات اه الدول الغنية او لديها فائد مالي عالي اه حبت انها تبص لقدام وللتنمية وللأجال القادمة فبتستسمر فوائد اموالها اه في الاساس في مشاريع خارجية لتضمن الاجال القادمة رخاء اه تام ومعيشة كريمة وتنوع للمخاطر اه المثال اللي حداك ذكرته الصندوق الاكبر هو الصندوق النورويجي صندوق النورويجي وده اه حجم السماديق في العالم سبعة تريليون صندوق النورويجي تقريبا داخل على تريليون دولار الصندوق النورويجي اه يعيش اه الشعب النورويجي خلاص يعني ممكن النورويج نظريا كلهم يتحالوا على المعاش اه اه يتحالوا على المعاش ويصرف على الدولة وعلى الافراد من اه عوائده اه طبعا الصندوق الاماراتي والكويتي والسعودي وعندنا الصيني والهندي والسنغافوري دون يمكن اكبر سبع سنديق في العالم اه الحمد لله ان الخبرة العربية موجودة بكسافة لان احنا عندنا الدول عندها في وقت بترولية هذا اللي بدر ترول سينضب في وقت من الاوقات عنده تقلبات الاسعار وبالتالي محتاجين لخطة الاجيال القادمة الفكر المصري يمكن برضو وده في حديث مع معالي الوزير المسؤولة دكتورة هلا السعيد بص لتجارب الدول اللي مش ضروري يكون عندها فوائد بص عندها ثروات يعني احنا لازم نفرق انه مصر دولة غنية لكن قد يكون ليس لديها الاموال غنية بقصلها غنية بمشاريحها غنية بامكانياتها في وقت منها الاوقات اه تعثر ان احنا نحرك تا يعني احنا عاوزين نبص الصندوق ده فيه عدة ممائزات جانب اداري وتحسين ادارة وتخلص من البيقراطية والاجراءات الجزء الاخر ان الصندوق اللي هايصدر له تشريع خاص حاليا هو جاري اعداد ومجلس الوزراء وفق عصيغة المبدئية لكن بيجري التشريع النهائي بيحط للصندوق امكانية ان هو يؤسس سنديق فرعية او يشارك مؤسسات وسنديق اخرى ممثلة او مصابرين محليين او عرب او اجانب في الفرعي او في الرئيسي اه هناك دولتين او صندوقين سياديين عربيين اه اقوية من اللي دايهم المعرفة والمال اه بيدوا المشورة والتعاون الفني اه حاليا للوزارة بالاشتراك اه معهم صندوق ابو ظبي صندوق ابو ظبي وصندوق اه ودولة عمال اه وابدوا عن نواياهم هما الاتنين الوضع قدر لا بأسة به لا اريد ان اعلن المال لكن الناس كتير او يعلان من اين تأتي السيولة الحكومة المصرية اعلنت عن 5 مليار جنيه وده الرقم يعتبر رقم رمزي بالنسبة للسندي لكن هناك اموال ستضخ من جانب هتين الدولتين الشقيقتين بصفة مبدئية لكن اعتقد انه هيسمح لدول ومشاركات اخرى من دول او من مؤسسات يعني احنا لو كلمنا عن الصندوق النرويجي والصندوق النرويجي مستثمر في مصر في بعض الاحيان بيجد صعوبة في التعامل او بيشترك مع اقطاع الخاص لانه اشتراكوا مع الحكومة يدخلوا فيه دوامة قد لا تكون موجودة الحكومة لا تتبع معايير الشطرية والحوكمة والنزاهة ولجان المراجعة وهكذا هذا الصندوق ملزم بمعايير المراجعة